القصة تعود إلى الوالد طبعاً يعني أنه الوالد كان فنان معروف سمير ولي الدين سمير ولي الدين اللي هو كان شويش حسين في الشهد ما شافش حاجة والفراش جابر في مدرسة المشاهدين ده ارتباط علاء بوالدي وهو صغير أحبب علاء في التمثيل شاف علاء وهو صغير شاف الأستاذ عادي الإمام وأستاذ سعيد صالح والأستاذ فريد شوئي والصلاح السعداني وشاف العمليقة كلها يعني وكان وصية بابا لماما الله يرحمهم أن علاء ما يشتغلش في الوصل الفني إلا بعد ما ياخد شهده وأخد شهده بكاروس تجارة وراح معه في المصرحية قدم مرتين وما تقبلش فرجع حزين جدا فماما قالت له ما تزعلش كان صديق والدي الله يرحمه المقرج الكبير ملك الفيديو الأستاذ نور الدمرداشة رحمة الله عليك فكلمته قال لها ما تخافيشها بمعلاق ابعتهولي وهشوفه لو هو عنده موهبة بجد هخليه يمثل فرح قال له عايز تبدأ في التمثيل اشتغل معايا من السفر اشتغل معا مساعد مخرج عايزة انا بس بعايز اقول انه شكرا للمعتز انه دي صور اللي تعرض لاول مرة من داخل بيت اسرة علاء والدي اي والديتي والدي ووالدي وعلاق كان عنده كم شهر حوالي 3 شهور وملبسه فستان طبعا اه فيلبسه فستان يلبسه الولد عشان ما يبقى حلو كده في السن ده في السن ده علاء كان بيه كان رفيع اه يقول انا خريج اكاديمية نور الدمرداش لانه علمه كل حاجة كان بيحب التمثيل وانتو صغيرين بقى انتو ولاد عمه نفس السن وكده اه كان التمثيل في دماغه لا انا هضيف حاجة اه على معتز اه في السن ده بالضبط علاء اه مش حكاية انه هو متأثر بعام سمير رحمة الله عليك لا علاء من هو صغير جدا اه كان ممثل مخرج كاتب كل حاجة كان يجمعنا كلنا ولبسنا ايام البجامات ونجيب اعصايا ونعمل سيف ويكتب حاجات وان احنا ممثلين وده مات وده من صغره يعني هو بيكتب ولا انت اللي بتكتب لا ده هو اكتشف فيه حكاية الكتابة دي قال لي اسماعيل انت في يوم الايام هتبقى كاتب